الجميع أصبح يفهم بأن إسرائيل ليس لديها خطوط حمراء أمام العملية العسكرية الإسرائيلية والتي امتدت إلى أن وصلت إلى وسط محافظة رفح وخاصة بعد العملية الخاصة التي كانت في نهاية هذا الشارع واستمعنا إلى أصوات الانفجارات والغارات العنيفة والتي أحدثتها الطائرات الإسرائيلية بفعل العملية العسكرية على أحد المنازل التي كان بداخلها الإسرائيليين ومع كل هذا التطور الإسرائيلي إلا أن الطائرات الحربية المسيرة لا تغادر الأجواء فهي تواصل عملية البحث والتحري والتصوير وأيضا التجسس وهذا ما أدى إلى تخوفات كبيرة لدى المواطنين وأيضا النازحين من تكرار سيناريو هذه الليلة على رفح وخاصة في ظل العملية الاستخباراتية المتواصلة من الجول قبل قليل أغارت طائرات إسرائيلية على مجموعة من المواطنين تحديدا في حي البرازيل إلى الشرق من محافظة رفح مما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المواطنين لكن على الأرض تشتد الاشتباكات بين الفصال الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تحديدا في محور التقدم مدينة خان يونس والذي يشتد فيها القتال قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل قائد كتيبة في هذه المناطق واستمعنا أيضا إلى الانفجارات والآن الغارات الإسرائيلية تتواصل على تلك المنطقة التي تشتد فيها الاشتباكات بين الفصال الفلسطينية والجيش الإسرائيلي محمد إذا أرادوا المغادرة أصلا من هذه المناطق هل من إمكانية؟ نعم بالفعل رصدنا عملية نزوح جديدة وعكسية من هنا من رفح العائلات التي نزحت من وسط قطاع غزة قبل أسابيع بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيمي البريج والمغازي نزحت الكثير من العائلات إلى رفح لكن اليوم مع التهديد المتواصل على رفح هذه العائلات تعود نزوح عكسي إلى وسط قطاع غزة ونشاهد المركبات المحملة بالأمتعة وبعض الفراش والمستلزمات الخاصة والتي تنطلق من هنا من محافظة رفح هذا أيضا بفعل العملية التي حدثت هذه الليلة وبسبب المخاوف المتواصر والمتكررة من قيام الجيش الإسرائيلي بتكرار سيناريو هذه الليلة خاصة وأنه استهدف أحد عشر منزلا سكنيا معهول بالسكان مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا كان من بين هذه العائلات عائلة حسونة التي جاورتنا طيلة عملية النزوح منذ العاشر من أكتوبر حتى وصلنا إلى مدينة خانيونس سويا وعدنا هنا إلى رفح ووصلنا عملية النزوح هنا إلى رفح لكن الطائرات الإسرائيلية الليلة قصفت المكان الذي كان يأوي هذه العائلة وأدى ذلك إلى مقتل كل أفراد العائلة بستثناء شاب واحد ترجمة نانسي قنقر